سؤال هل حليب الصوية هو أفضل بديل للحليب البقري أو الحليب الحيواني؟ نعم أو لا؟ والإجابة هي أن حليب الصوية عليه جدل كبير لأسباب كثيرة السبب الأول هو أن معظم الصوية اللي ينتج اليوم أو يزرع اليوم هو صوية معدل وراثيا صوية معدل وراثيا معنات أنه هو genetically modified يعني يسمونه GMO فمعنات أنه في الخلية في نفسه يكون في المبيدات الحشرية فيأثر علينا سلبيا ولأنه أيضا غير عضوي فيأثر علينا سلبيا أيضا فمعظم الصوية اليوم تجاري لأنه يحتاجون أن يزرعون من الكثير عشان ينتجون من الكثير من المنتجات لذلك نجد حليب الصوية اليوم موجود بكثرة أكثر من بداء الأخرى للحليب لأنه هو أرخص لأنه يزرعون بسهولة فصار متواجد أكثر ولأن الناس اليوم بدأت توعى بمشاكل الحليب العادي أو الحليب البقري أو الحليب الحيواني عامة كأنه دخلوا هذه الشركات بقوة وصاروا يسوقون حليب الصوية كبديل ولكن لأنه معدل وراثيا معظم الوقت لا يكون هو البديل الأنسب ولكن السبب الآخر أن الصوية عامة فول الصوية نفسه في أشياء يسمونها فيتو إيستروجينز كمكونات منه وفيه يعني من الله فهذه الفيتو إيستروجينز هي كأنها شبيهة للهرمونات مشابهة للهرمونات فمفعولها على الجسم مشابه للهرمونات فممكن أن الشخص إذا عنده مشاكل هرمونية مثلا أو تكيوس مبايض أو حتى سرطانات معينة لها علاقة بالهرمونات أو عقم أو مشاكل حمل أو كذا ممكن أنه يتهيج هذه المشاكل لأن الفيتو إيستروجينز اللي فيها ممكن أنها تزيد المشكلة بدل ما تقللها فاليوم الناس اللي قاعدين يحاولون يبتعدون عن الحليب العادي أو الحليب الحيواني الحليب البقري في خلال محاولاتهم يجدون بسهولة حليب الصوية ويلجؤون إليه ولكن لما نلجأ لحليب الصوية كبديل نفتح لنا باب ثاني ونفتح لنا مجال آخر وممكن للمشاكل الصحية فالبدائل الأفضل للحليب العادي قد تكون حليب اللوز مثلا خاصة إذا هو صنع منزلي وعندي حلقات كثيرة عن هذا الموضوع في قناتي في اليوتيوب حليب جوز الهند أيضا ممكن أن يكون صنع منزلي بسهولة جدا ممكن أن نسوي خيارات أخرى حليب الشوفان مثلا أو حليب الرز هذه كلها أنواع من الحليب بداء للحليب الحيواني حليب يكون نباتي ويكون تأثير على الصحة أفود يكون أحزن لكم من أن تأخذون شيء حيواني أو أن تأخذون شيء في هرمونات مشابهة للهرمونات الحيوانية فأتمنى أنكم تبحثون عن البداء الشوي أكثر لكي تصلون إلى الصحة لأنه في معلومات كثيرة متشابكة ومشتتة يمكن للمشاهد ولكن ابحث قبل أن تختار وهذا كان رأيي والقرار قراركم إذا عجبتكم هذه الحلقة حطوا لها لايك لكي يزيد انتشارها ولا تنسون تشتركون في القناة اضغطوا على الزر الأحمد المكتب عليه سبسكرايب عشان تساعدوني في نشر الوعي الصحي للعالم العربي باللغة العربية شكرا لكم شكرا لكم